اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس منجلس الوزراء على ما يربط بملكة البحرين وجمهورية الشيك من علاقات متنامية على الأصعدات المختلفة منوها سموه بأهمية البناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي للوصول إلى التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين مشيرا سموه إلى ما تليه المملكة من اهتمام بتطوير علاقات التعاون والصداقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية سعادة السيد توماس بيتر تيك وزير الخارجية الشيكي حيث رحب سموه بزيارة الوزير إلى مملكة البحرين متمنيا له طيب الإقامة وتم خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الشيك وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعرب سعادة وزير خارجية جمهورية الشيك عن شكره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حسن الضيافة والاستقبال وعلى ما يليه سموه من اهتمام لتعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الشيك ترجمة نانسي قنقر